اليوم إذا بدنا عن جد يكون فيه رادع لجرائم ضد النساء بدنا نعيد النظر بكل المنظومة القانونية يلي بتكرس وضع المرأة كمواطنة من الدرجة التانية بالرغم من كون هيدا الجريمة مبنية على علاقات قوة والتمييز بين رجال والنساء ويلي هو أمر بيميز كل جرائم العنف الأسري لهيدا الجريمة ما بينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم العنف الأسري لأنه أنون العنف الأسري بيحصر تعريف الأسرة بعلاقات الزواج أي العلاقات المستندة لزواج أنوني شفنا حسب هم متداول أن القاضية تريست 25 يوم لتوقيف أحد المتهمين لأنه اعتبرت أنه فيه فرضية كبيرة أنه تكون النساء هربت طبعا هيدا الفرضية ما كانت منطرحة أصلا إذا كانوا الضحارية أربع رجال اختفوا لمدة 25 يوم مش ناس فيه أراء نماطية وفيه أراء مسبقة فيه كمان استرشاء ومماطلة بأضايا النساء هيدا الشي مش أول مرة من نشوفه شفناه بعدد كبير من الجرائم اللي صارت قبل حتى فيه بعض النساء انقتلوا من بعد ما كانوا قدموا طلبات حماية بالقضاء بشكل عام مشكلة القانون اللبناني أو الممارسات القضائية هي أولا أنه بتتعامل مع الجرائم ضد النساء كجرائم على الأداب العامة ولكن المشكلة الأكبر هي بالتعامل مع الجرائم ضد النساء على أنها مشاكل فردية على أنها مشاكل مباثرة وغير مترابطة من دون فهم الإطار اللي بتقع فيه هيدا الجرائم ومن دون الاعتراف بأنه هيدا الجرائم بتقع بإطار انعدام للمساويات هيكلة ناتج مش عن مشاكل فردية ومش عن مخالفة الأداب العامة ولكن ناتج عن علاقات مبنية على قوة وسلطة وهيمناء بالمجتمع يمكن المستوى الأول هو بتطبيق أوانين تمييزية تفرض حقوق وواجبات مختلفة بين الرجل المرأة والزوز والزوجة هنا نحكي بشكل خاص عن أوانين الأحوال الشخصية التي تحتاجها مختلفة بالزواج والطلاق والحضانة والبصاية على القاسرين والقرس إلى آخرين نحكي عن أنون الجنسية ونحكي عن الأوانين التي تمنع المرأة من أنها تمارس وبصاية على جسدها مثل آنون عوباتي اللي بيجرم الإجهاد وما بيجرم الأختصاب الزوجي إلى آخرين ولكن هذا المستوى الواضح فيه كمانا معه مستوى ثاني يمكن بيكرس التميس بس بشكل غير مباشر فبعدنا لليوم نحنا نطلب من المرأة يلي تعرضت لتحرش أنه تثبت هيدا التحرش مبادئ الشرف الأداب العامة العزرية يديه كلها تعبير مطاطة تستخدم بالآنون اللبناني ومنشوفها بالأحكام القضائية ما في شك أنه تشديد المقوبات بشكل رادع لجرائم ضد النساء ولكن منه كافر المطلوب تشديد المسار القضائي بشكل عام يعني بداية من إسرع بالتحقيقات إسرع بالمحاكمات ولكن أيضا استخدام مرونة الأنوم لأسباب التخفيفية لمصلحة النساء وليس لمصلحة القتلة الرادع الأساس اليوم هو بوقف ووضع حد لسياسات القفلات للعقاب إن كان بقضايا النساء اللي عم نشوفها كتير ولكن أيضا بقضايا أخرى بالبلد ترجمة نانسي قنقر